أعلنت الحكومة المحلية في محافظة النجف الأشرفة عن خطة عمل جديدة في تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم المحافظة لا سيما في مشاريع إكساء الطرق في الأحياء السكانية والتي من شأنها اختصار عامل الوقت والإنجاز وفق أفضل المواصفات الفنية الشارع يكس رؤية جديدة في إدارة المشاريع وفي تنفيذ المشاريع هذه الرؤية من ناحية اكتمال المواصفات الفنية للشارع ومن ناحية اكتمال الإنارة والأعمال الحدائق والشريط الموجود بالشارع منظومة السقي والتثيل والتشجير والتخطيط وأيضا المقرنص للأرصفة نتم استخدام مقرنص ملونة وابتعدنا عن المقرنص الأسمنتي كل هذه المواصفات هي التي تعكس رؤية جديدة لإدارة المحافظة وطريقة عمل جديد للشركات العاملة في محافظة النجف الأشرف بتقديم اسلوب مختلف عن السابق أصحاب الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية في النجف الأشرف بيّنوا أهمية ضرورة تطبيق الرؤية الجديدة للحكومة المحلية والتي من شانها تذليل المعوقات أمام إنجاز المشاريع مشيرين إلى إن إكمال مشروع تعبيد طريق حي السلامة سيكون دليلا على نجاح هذه التجربة كارع 60 متر سايدين خدميات وسايدين رئيسيات وأول مشروع أعتقد صار بالمحافظة أنه الإنارة كملت قبل موضوع الإكساء والتبليغ وخدمات متكاملة تعاون بين الدوائر المستفيدة وجهات المستفيدة والشركة المنفذة أكيد يجيب نتيجة أفضل لأن تحصيل الحاصل هو الجهة المستفيدة يعني بوتها أنه تكمل مشروعك على وقت شارع 60 في حي السلام اللي يعتبر أحد الشوارع الرئيسية والمهمة داخل المحافظة واللي يعتبر شارع مجمع رئيسي للعديد من الشوارع الفرعية اللي تخدم مراكز صحية ومدارس ومراكز تسوق وأيضا يعني خدمات عامة أخرى فضلا عن أهالي منطقة حي السلام الكرام هذا الشارع يمثل المرحلة الأخيرة في أعمال تطوير الحي اللي شملت كامل حي السلام وتعاني العديد من المناطق والأحياء السكنية في محافظة النجف الأشرف من تلكء في إنجاز المشاريع الخدمية مما انعكس سلبان على حياة المواطن النجفية والذي يدفع ثمن تلكء المشاريع وسوء الخدمات من النجف الأشرف معتزل عبودي زاكروس تيفي